اشتركوا في القناة جزائرية جمع غفير من المواطنين ومن الفنانين وأصدقائل وقاربي الراحل وكان الفنان القدير سيدع الكويرات توفي في مستشفع النعجة مساء أمس لاحظ عن عمر نهزة 82 سنة رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه رجعون بعث رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليق برقية تعزية لأسرة الفنان الراحل سيدع الكويرات والأسرة الفنية قال فيها إن الساحة الفنية تفقد أحد إيقونتها ومن طينة الكبار الذي اثبت اسمه بروائع الأعمال في السينما والمسرح وتلفزيون وعدد رئيس بوتفليق مناقب الراحل الذي قال بأنه من أبرز الوجوه التي صنعت السينما الجزائرية فارخوا بذلك لثورة أول نوفمبر المجيدة بمشاهد سينمائية تحفظ الذاكرة الجماعية وصف نيه بالمدرسة التي تعلمت منها أجيل بأدائه وأخلاقه المتميزة الفقيد من موليد سبع من سبتمبر من عام 1933 بالعاصمة تركب صمته في عالم السينما الجزائرية منذ الاستقلال وذلك خلال مشاركته في العديد من الأعمال من بينها العفيون والعاصة ووقاع سنوات الجمر وفيلم ديسمبر وغيرها في إرهابية طرقات لقية تسعة أشخاص مصرعهم وصيبة 18 آخرون بجروح في حوادث مرون وقعت في عدة مناطق من الوطن خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة حسب ما فادت به هذا الاثنين حصيلة للحماية المدنية ووضح المصدر أن أثقل حصيلة قد سجلت بولاية برج بوري ريج بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين إترى اقتضام بين سيارتين بطريق السيار شرق غرب ببلدية المهيرة دوليا في مالي قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن قوات فرنسية حررت خلال عملية خاصة المواطنة الهوناندي تشاك راكي الذي يحتجزه فرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا رهينة منذ عام 2011 وضفت أن راكي الذي اختطف من توبوكتو في نوفمبر 2011 تم تحريره اليوم الاثنين في عملية خاصة ونقل بخير وسلام إلى قاعدة مؤقتة في تاليت بشمال شرق مالي وقال المتحدث باسم العملية العسكرية التي تخوضها فرنسا في مالي إن القوة الفرنسية قتلت اثنين من المتشددين والقت القبض على اثنين آخرين في اشتباكات اندلعت خلال العملية التي بدأت في ساعة الأولى من الصباح هذا وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرس أن راكي في حالة جيدة بالنظر إلى ظروف التي مر بها ويتلقى العلاج الطبي تحت إشرف هولندي بذا مشاهدين نصل إلى نهاية مجازنا الإخباري شكرا على المتابعة إلى اللقاء